شاهدين أهلا بحراتكم معنا مرة تانية في النور حيث وشرفتني وجود دكتور عوض الترساوي خبير التشريعات المالية والاقتصادية والمحامية بالنقد أهلا بك يا دكتور أهلا بكم سيخير دكتور عوض يعني دلوقتي فيه خطة جديدة للدولة لتطوير المنظومة الضربية إحنا تعودنا كلمة تطوير تبقى طيف طيف الآخر على دماغنا مطلق آه يعني مثلا فكرة الجمع أو الدمج ما بين ضريبة القيمة مضافة والضريبة العامة على الدخل تمام إزاي يعني أنا كمواطن ما ببيعش ولا بشتري فما عنديش ضريبة القيمة مضافة ما بتفحاش بالعكس أنا بتفحها في كل حاجة بكلها أو بشربها أو بشتريها إيه علاقتها بالضريبة على الدخل المفروض كده أن دي تتخص من دي من دي مش تدبج على دي والخلاف اللي بيتحدث عنه أن ضريبة الدخل تم إدخال عليها تعديلات كثيرة جدا أصبحت هذه التعديلات تمثل عبء على التشريع فأخرقاته من نطاق أنه تنظيم قانوني واضح المعالم ومحدد إلى تنظيم قانوني مشوه ينكل كانت الاجتماع أو مشاركة أكبر شركات المحاسبة في مصر ومكاتب المحاسبة الكبرى في إصارة هذا الموضوع وأنها أصبحت ضريبة مشوهة ويجب أن تعاد صيغتها وصدور تشريع موحد جامع لكل هذه التعديلات في سوب جديد تستطيع أن تتعامل معهم بألية محاسبية وألية ضريبية بشكل واضح حتى تسد الصغرات من ناحية وحتى تستقيم التشريعات الضريبية في ذلك الشأن سواء كانت ضريبة الدخل أو ضريبة القيمة المضافة بالمناسبة قبل ما نكمل أنا مش فيه يعني هل حضرتك بأسلوب أبسط بتقصد مشكلة إدارية في أن بقى فيه تشريعات ولا مشكلة أنه بقى الموضوع في تفاض يمكن تفسيره بالمذكرات التفسيرية والأوامر الإدارية الداخلية أكتر يتقايف هنا كذا ويتقايف هنا عكس كذا إيه المشكلة الحقيقية اللي تعود على المواطن أنا الخصيني دايماً للمواطن القوانين دي صنعت من أجل المواطن مش من أجل أن احنا ننقش تعديلاتها ودمج هذه التعديلات في القانون واحد إذا كان هيئة دي الفكرة ما مفيش أي تطوير إحنا هناخد ألف وبه وجي مودال ونعملهم حاجة واحدة لا بالفعل العيبين اللي حضرتك تحدثت عنهم هم بالفعل موجودين كون كسرة أنك تكسرت التعديلات على قانون معين معنى ذلك أنك بيفقد القانون دوهره دوهره يعني احنا بنقول زي ما نقولها كده بنرأع القانون فترقيع القانون معنى أن القانون أصبح غير صالح أو به كثير من العوار أو المشاكل التطبيقية التي تحتاج معالجة جديدة المعالجة الجديدة للضرائب لها تنظيم دستوري محدد أنا تنظم بقانون فكلما كان يحدث تغييرا أو تحدث مشكلة أبطر أدخل عن تدخل تشريعي مش تدخل لائحي والتدخل للائحي عادة دائما إذا ما جاء التدخل للائحي بإحالة إلى السلطة التنفيذية تتدخل السلطة التنفيذية لها وزير المالية بإصدار قرارات عادة هذه القرارات سواء كانت تنفيذية لائحية أو قرارات فردية تنشئ مراكز قانونية مضطربة يقضى فيها بعدها من دستورية عندنا بقى عدد كثير جدا جدا من المسائل المتعلقة المقضي فيها بعدها من دستورية لإن حماية التنظيم الضريبي للدولة المصرية نص عليه في الدستور صراحة أنها تنظم بقانون دون أي رسوم أخرى للدولة يعني أي رسوم أخرى للدولة أو بتحصلات يتم تحصلها في حدود القانون في حدود القانون غير بقانون بقانون عن تنظم من بتشريع صادر من البرلمان هنا بقى التدخلات المتعددة من سنة 81 والتطورات شوهت القانون خلته مربك للتعامل مع الأساس المحاسبة برضو ده فيما يخص علاقة الدولة بمكاتب المحاسبة أيوة لكن المواطن ما هو المواطن هو المنطبي ما هو الوعاء الضريبي أنا عايز أعرف دلوقتي قانون الضريبة على الدخل اللي كان شغال واللي بيصل إلى 22% الدخل في الشرائح دي أيه الجديد اللي ممكن يضاف إليه وإيه عوار قانون القيمة المضافة وحنصلحه إزاي القيمة المضافة و ضريبة على الدخل يعني فيه نقاط تماس تجعل بينهما نتيجة التعامل ازدواج في التشريع الضريبي كأنه بيدفعها مرتين بالزبط اللي بيشتري وبيبيع آه ولا إحنا مواطنين إحنا المواطنين ما هو المخطب بالتشريع أو بالوعاء الضريبي المواطن بيمول للوعاء الضريبي ما هو فيه مواطن بيشتغل في السلعة فممكن يكون هو ده اللي عليه القيمة المضافة ده عليه قيمة المضافة لكن أنا وحضرتك في المهن والدخل والكلام ده أنا بخضع أيضا للقيمة المضافة يعني حيثك تقصد تقول أن أنا عشان بدفع ضريبتي على الدخل تستقطع وكمان بدفع القيمة المضافة في الشراء آه فبيعتبر لما بيكل حاجة لما بشتري سلعة لما لما بيعتبر بالزبط بيعتبر هنا الوعاء وعاء مزدوج أو فيه ازدواجية في فرض ضريبة ازدواجية في فرض الضريبة ونص التشريع ده معي بدستوريا ميش لأن لا يجوز أن تربط على وعاء ضريبي واحد مصدر ضريبي واحد ضريبتين ميش ده تشوه من تشوهات المواطن المواطن هيجيله في صورة ايه بيحصل بك لو كانت بره احنا بنشوف في دول بره أنه بتاخد الشيك بتاع الأكل أيوة مخصوم وبيحاسب في الضريب المفروض في المواطن مصروفات المدرسة أيوة بتاخدها بتخصمها من ضريبك في الضريبة تلك المضافة أنا بستقطعها على كل المراحل اللي هي تستغرق السلعة سواء انتاجا أو بيعا كويس فالأصل أن أنا أعمل ايه أعمل في تطبيق القيمة المضافة زي فرنسا قيمة مضافة مطبقة فرنسا من 58 انجلترا من 58 وعلى فكرة النسب أكبر من مصر يعني الانجلترا 16% تقريبا فرنسا حوالي 14.5 الدول الإسكندانية كلها وصلت للـ 18 لكن أنا بعمله إيه وصلت لي كم؟ لا أحنا 14 المفروض بعمله أنا خطين كده زي خطين اللي هو خرفتي في المحاسبة مصروفاتك إراداتك دخولك النهاية حد الإعفاء باخده مرة واحدة فبالتالي كل ما يتم دفع يعني ما يدفعوش كل ما انتصل إليه البضاعة كطرف ما أنا بقى المفروض أعمل أليه لتخصيم كل ده عشان ما ادفعهاش مرتين عشان ما ادفعهاش مرتين لأن أنا استهلكت أمور خاصة باستهلاكاتي التعاملية في الحياة العادية إيه اللي بيحصل؟ بحسب عليها بشكل تلقاي أو بشكل فوري نتيجة ده هو بيستقطعها فوراً على الفاتورة طيب أنا في النهاية في آخر السنة المالية الخاصة بي أنا باجي تروح أنت حسب لي الدخل كذا كذا وتروح فرض عليه الضريبة بتاعته وإنت مستقطع أصلاً قبل كده الضريبة القيمة مضافة فيبقى هنا فيه ازدواجية فيه يعني أقصر ما نحلم به أنه تشال خصم القيمة المضافة من الضريبة على الدخل في الإقرار السنوي؟ لا والتعديلات التي حدثت فيه لابد أن يكون القانون واضح تشريعات المالية في فلسفة التشريع كتاب ده كتبه الفيلسوف الكبير بن كام في الفرنسي كتبه سنة 1886 اسمه التشريع التشريع إزاي تصنع تشريعات روح التشريع ده بتعمل به كيف تصنع قانون إذا لم يكن القانون المالي واضح وأن يكون القانون غير مستهدف للجباية يعني وده على فكرة المبادئ دي كلها قراراتها محكمة الدستورية العليا كان أنا عندي عشر مبادئ القضاء الدستوري المصري مقرارهم في مسائل المتعلقة ببطلان العديد من المصوص البرمية يعني كده يكون القانون جاهز طبعا بقرارات السابقة للمحكمة بتزعب تقرأت هي بتحط لك الضوابط والأطر الدستورية لأن أنا قلت في بداية الكلامي مع سعدتك أن المحكمة الدستورية أو تنظيم القانون بيكون تنظيم بتشريع بقانون وبالتالي مناطر رقابة عليه أو تطبيقه بيكون من خلال المحكمة الدستورية العليا سواء لوائح أو قوانين طب إمبارح وزير المالية قال أن في لجنة لمراجعة الدخل بتشتغل وقيمة مضافة وقال أنه بس هو في الآخر رحدة في الحكاية قال أن التعديل في بداية السنة المالية الجديدة بعد 8 شر هنكون بقى بعد كده على بداية شهر 7 ده يعني يكون الأسعار تضعف 30 مرة تاني لا فيه إشكالية هو ينكر يوصد وزير المالية الدكتور معيت على أساس مهم جدا أن أنا عندي دولة ارتباك في المشهد الأسعار البترول والمشهد غير وقضة وأنا لما عملت الموازنة بتاعتي للدولة المصرية عملتها على أساس سعر السابق الارتفاعات دي هتأثر عندي لأنها متعلقة بالدعم فبالتالي هتزداد أو هتتحمل الموازنة العامة للدولة هذا الفرق الكبير في زادة الأسعار وبالتالي أنا محتاج أن أنظر عشان كده أنظر لها في التعديلات لتطبق في السنة المالية القادمة أو الموازنة القادمة عشان تدخل التعديلات بشكل متناسب وملائم مع موازنة الدولة هو ربما قصد السياسة التشريعية أن تكون على هذا النصق ده الاحتمال الأرجح أنا لديها إشكالية لديها إشكالية لما طبقت يعني أنا عندي كان سابقة هي ضريبة القيمة المضافة دي هي هو التطبيق الصحيح للتشوء الذي كان سابقا فيها على ضريبة المبيعات ما هي المبيعات أنت بتاخد التشريع من الأوروبا أو التشريعات المالية من الأوروبا بتشويها لأنك أنت بتتدخل فيها بتدخلات غير منطقية عاوزت أقليمها أو تعملها الصبغة المحلية أو الإقليمية لك فيختل التوازن رغم أني دي تشريعات هندسية موحدة مفوضة استندرد موحدة على مستوى العالم حضرتك أنا سئلت سؤال من مأمور درايب في مرة سؤال حيب عفتش أجاوبه سؤال المفوض هو اللي يجاوبه بس هو الرجل بيطرح كلام منطق بيقوله هو مش إحنا عندنا الحد الأدنى للمرتبات 1300 جنيه طيب إذا أبسط حاجة أن أنا أقول لك 1300 في 12 مع فيه ده حد الإعفاء ده أبسط حاجة طيب ما ديحصلش لي أقول لحضرك بعلا حالي في التشريع المالي الضريب السليم وفقا للضواءات الدستورية أن الضريبة عندما تفرد تفرد على أسس موضوعية يعني إيه أسس موضوعية اللفظ الدستوري المحكم ده يعني على ضواب الدستورية محددة وعلى أسس إنفاق وتصرف حقيقية وبالتالي كل ما هو من مستلزمات الضرورية للإنسان يجب أن تعفى وتكون حد إعفاء لذلك لما جانوا لعمل الضريبية لنقيمة المضافة قالوا عندنا 32 سلعة خارج نطاق التطبيق لأنهم أصلا سلعة ضرورية للإنسان لا للضرورية للإنسان فما يقدرش يفرض عليها ضريبة لأنه يحملها بأعباء فهنا تأتي الفكرة الموضوعية ما وإحنا بنقول الضوابط الدستورية في التشريع الضريبي مهمة ليه لأنها ضوابط شديدة الدقة شديدة القيد يعني هقول لحظاك الخلة بيجي منين أنا عندي حدود التقييد أنا كإدارة اللي هي الدولة السلطة التنفيذية بهرب بنا إلى حدود التقدير فأخرجها دي إزاي اللي هي في المنشورات والتعليمات الداخلية لتطبيق وكيفية احتساب الضريبة هنا بيجي ارتباك وعندنا مشهد كبير في الضريبة العقرية التعليمات دي بهذا الشكل وهذا والمنشورات كان إلى إلى حد قريب كان القضاء الإداري لا يفرض عليها رقابة لأنه بيرائب القرارات الإدارية فقط ليصبغ القرارية إنما يقولك المنشورات والتعليمات أنا ما رائبهاش لأنها تعليمات داخلية لكن استحدث في القضاء الفرنسي والمجلس الدستور الفرنسي اللي هو على ناسا كل مجلس الدستور الفرنسي المجلس الدولة المصري استحدث حكمين في 2016 الحكمين دول بيقولوا إيه؟ بيقولوا إذا كانت التعليمات أو المنشورات أو حتى الأحاديث الصحفية المعلنة إذا أثرت على بركز القانوني في التشريعات المالية أو في التشريعات الاقتصادية خضعت للرقابة القضاء وفي حكمين صدرين من مجلس الدولة فرنسي بيقضعوا هذه التعليمات للرقابة القضاء ويسأل عنها الغاءا وتعويضا يعني ببساطة كده لو اتخذ توجيه إداري أو منشور أو شفوي أو تحريري منحرف مختلف عن روح القانون خلاص يخضع للرقابة يخضع تطور الحدث في مجلس الدولة الفرنسي ودول الحكمين دول في 2016 وإننا هنتبق هيتطبقوا 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 أنا كنت هطعن وهتأخذ إجراءات في طعن معين بشكل معين لكن في بعض الإجراءات من نتيجة تصريحات صحفية من أحد إجراءات ولكن بالفعل كان الوزير المختص دقيق لأنه متخصص في الشغلة بتاعت سوق المال فرح واقف الإجراء تلقائيا هو من عده حفظا على المال العام لكن معنى ذلك أنه تنبه إلى الخطأ الذي ممكن أن يحدث في ذلك الوقت كذلك التشريعات الضربية والمال لابد أن توزن بميزان دقيق وأن لا تكون مصابة بالتشوش وأن لا يكون الغرض منها الضوابط الدستورية أن لا يكون منها الغرض الجباية أن لا تفرض الجزء إيه لحظة إجبارة تسأل عليه بمعيار تحكمي وتسلطي وتفرض على أسس موضعية وأن يكون العائد منها غير مؤثر على الدولة في قطاع آخر اقتصادي تسور حضرتك لكيفية تطبيق ده من وجهة نظر المواطن البسيط أنا كمواطن موظف في الدولة أنا بدفع درائب وأنا موظف في الدول يعني المرتب الحكومي متدني والأسعار نار وما فيش رقابة ويقول لك لا أصله تعدى ما عرفش الحد لإيه في السنة فبتدفع دريب ده مية في المية عكس اللي حضرتك كنت بتقوله عكس درائب الدستورية أيوة اللي هو حضرتك بتقول أن أنا أشوف احتياجاتك الحقيقة أنت لو مودي ولادك مدارس بفلوس أكبر ده أنا أشكرك وساعدك وساعدك مش أقول لك لا ده أنت بتودي مدارس لغات وإنت ما عندكش مرتب الحكومة تعال بقى ده أنت بتجيب من إيه أولا أنت أولا تكافئني على أننا بخفف عن كهل الدولة بالزبط إن أنا بوفر بحجز بوفر ديسك أو مكان لطالب آخر بتحمل وبقدم لك مواطن زوجودة تعليمية عالية بالزبط أي نافع وبالتالي أنا أكافع على المنتج اللي أنا خرقته لك هيحصل إزاي ده بقى أنا خرقته لك هي حرف تي نفقاتك حد أدنى استهلاكها كلها بالكامل حد الإعفاء لابد أن يتناسب موضوعيا مش شخصيا مش بنيا رب مش حيرجع يقولك بقى لازم تمسك دفتر ولازم مش عارف تعمل برضو ده مش كنا بنتكلم على وكان الرئيس بنتكلم على الشمول المالي الشمول المالي يعني إيه يعني جميع تصرفاتك كلها خرجة عن إطار أو عمليات العمليات البنكية عشان أعرف أضبطها يعني أنا ما استخدم ما تروح حضرتك سنغافورة أو ماليزيا هتلاقي حضرتك مدن كاملة لا يستخدم فيها إلا الكارت الزكي كويس وبالتالي جميع تصرفاتك شراءا وبيعا وانتقالاتهم كل حاجة طلع بشكل مقنن وواضح فهنا يتم تحديد إن الرؤية واضحة قدامه تحديد تصرفاتك النطاق الاستهلاكي بتاعك الضريبة التي تفرض عليك هو دي في خدمة التكنولوجيا المالية الحديثة أو الفينتك اللي كل العالم بيتكلم عنه فبتبقى انت واضح ماليا تصرفاتك ومعملاتك المالية إنما الآن انت ليس لديك رؤية حقيقية تو دي مشكلة أكبر يعني إحنا لا مش مشكلة سنة كان في مصر ممكن نطبق فترة نحن ما نطلعش فلوس من جيوبنا لبعض أنت ساعتك رئيس في ألمانيا كان في الزيارة في ألمانيا ألمانيا تتعامل على هذا الوضع ضربيا يعني ألمانيا مطبق فيها القيمة المضافة أنا أعرف لي أصدقاء وإلادهم عايشين في ألمانيا ألمان يعني أمهات ألمانية عايشين الطالب اللي خريجي المعهد والدراسة الفنية السنوية الفنية بيشتغل في شركة بياخد أربعة تلاف يورو مبلغ ضخمة طبعا أنت تسمعه لكن عنده الدرائب بيتفحها بحزافرها مبلغ مستقطع عنده التأمينات الصحية بتصل لرقم كبير رقم كبير طبعا يعني كم في المية تقريبا رقم كبير ألمانيا 16% من الإجمالي بياخدها لكن عنده التأمين الصحي ده مكلف جدا 40% من قيمة الفاتورة كلها يعني الأربعة هياخد 40% منها فطبعا رقم ضخمة لكن في نفس الوقت الخدمة الصحية بتقدم له ذات للمستشارة الألمانية دون تمييز فأنت بتقدم خدمة مقابل ما تاخد ضريبة قدمني خدمة عشكا بنشوف الناس قدم الضريبة عادلة عشان كده رادية عشان كده بنشوف إن الناس رادية وبتدفع حتى في الدول اللي بتصفح فيها ضريبة 70% لأنه في الآخر مهما كان عنده قصات ومهما كان عنده استقطاعات هو حاسس إنه لو تعب هيلاقي لما يخلف هيجي علم أولاده هيلاقي لما يجي ياخد شقة لما يتجوز هيلاقي لما يحتاج عربية هيلاقي نظبوط هو ده اللي هو عملية دراسة الأسس الموضوعية للتشريع الضريبي والمالي للدولة موضوعية أسس مجردة وما تتفرضش على أسس تحكمية ولا بالمزاج ما تقول لي أنا هاخد 12% طب هاخد 12% ليه ربطتها إزاي أو تعاملت معها ليه أساس ليه 14 ليه ما تبقاش مثلا 15 فهي دي اسمه أساس واضح وموضوعي ده بالنسبة للإصلاح الضريبي للدولة المصالحة ككلية في التشريع طب إيه فكرة مشروع إنشاء مركز الاتصالات يتضمن كافة وسائل وقاليات للاتصال والتواصل مع المجتمع الضريبي يعني ده تسهيل الأعمال تسهيل آه هي دي اللي بأكلم حضرك عليها اللي هو التكنولوجيا المالية الحديثة إن حضرتك تتعامل ماليا أو الكترونيا مع المصلحة دون اللجوء الموظف بس ده شرط ذلك أن يكون إيه إن كل ذاك حساب ذاك كارت الائتمان تعامل فيه يعني أنا بتعامل وبخاطب وبعمل إقراري وبنزل التعامل كله بالكامل وبزرار واحد من على حسابي بدفع الضريبة المستحقة في أقر السنة دون أن يقف طوابير هو ده اللي اسمه بنسانمول فين تكنولوجيا المالية المتطورة والحديثة مصري للتأمين بالمناسبة شكرا عامل هذا النظام في وصائق التأمين الآن أنت تستطيع أنك تدفع كل وصائقك وتتعامل بأقصاتك كلها بالشكل الإلكتروني ده ما هنعدنا النماذج كتيرة في فوري مثلا ما هي تكنولوجيا مالية في الموبايل في النيت بانك البانك كله بتتعامل في معاملتك البانكية كلها عن طريق الإنترنت ده كلها تكنولوجيا مالية تجهيزا منذ قرر كلاو شواب وكتب كتابه الخطير اللي هو أحدثنا البرجلة اللي في العالم دلوقتي هي برجلة لنا هي والنسبة لأوروبا يعني استينار استينار كتابه الصورة الصناعية الرابعة وأنت في حيرة الصورة الصناعية الرابعة اللي هي داخلين فيها هي صورة التكنولوجيا فائقة الدقة وفائقة السرعة اللي هتستغنى فيها عن وظائف هتستغنى فيها عن مدارس مش أبقى في مدارس هلascين خمسين مش أبقى مدارس كله تعيدوا تتفرج عليه 30 مرة على الشرح التفاعلية هيتم تفاعلها عن طريق صور سلاسية الأبعاد وأن حضرتك نحضر ديف عندنا هنا بنجيبه وحصلت في كاس العالم مش حصلت كان بيجيبوا المدرب في الصورة يحطوا جنبهم أو اللاعب ويعملوا الحوار سلاسي رغم أنه مش موجود ده هو في الملعب لكن في الستوديو يجيبوا هنا بتكسيد صورة مجسسة وتكنولوجيا النانو طيب قولي حضرتك ايه التعداد الاقتصادي ده اللي هيتعمل مفروض ل2018 ايه أول تعداد الاقتصادي الكتروني هتاخد كل حاصر بقى جميع نشاط الاقتصادية بيو حتى البقالة الصغيرة دي اللي على رأس الحارة أو على رأس الشارع هيتم إدراكها جميع الأنشطة الاقتصادية مش هتبقى في حاجة غير معلومة للدولة ولا السمسرة ولا الحاجات اللي هي منه لوه دي لا كل ده هيتم إدراكه وإحصاعه عشان يضر يشوف اقتصاد مرئي ما يبقاش في اقتصاد خافي خافي اللي هو بنسميه الاقتصاد الموازي للدولة محرية عايزة أسألك سؤال صغير وسؤال كبير فاضلي خمس دقائق سؤال الصغير العلوتين اللي قعدنا انطنطن عليهم في مجلس النواب وهقال لك هتوصل دي الوحدها من ستمية وطالع والتانية ربعمية وطالع في الآخر اللي صفصف للموظف مزادش 250 جنيه للفئات الضعيفة خالص واللي أكبر منهم 200, 180, 170 ده اللي بيقبضوا فيه ايه حقيقة هذا الأمر هقول لحضرتك هو مشكلة العلوات هي مسألة الحسابات والمستقطعات اللي هو بيتم التعامل عليها هي دي الجزئية المحاسبية اللي غير واضحة انت حضرتك بتقيس على علاوة بحساب معين وعلى أجر معين وأنا بقيس على علاوة بشكل معين وعلى أجر معين ليه بنتحك على الناس ليه لما بنيجي نقول بنقول الرقم اللي قبل ما نستقطع منه أنا عندي مشكلة كبرى لمجموعة من العاملين إن العلوات حسبت بشكل تدرجي خاطئ نتيجة فروق الحسابات المتعلقة بهذه العلوات عملت رقم مالي ضخم جدا يعني فروق ده اللي عرف انها حسبت بشكل خاطئ بعضا من الناس بتقبض وتروح الحسبت بشكل خاطئ ده ساعتك قاعد يعمل تدرج للعلاوة لأن انت بتشوف انت بتاخد السبعة جنيه العلاوة سبعة جنيه ونص دي هي أصلا في شريحة مرتبك أو في إجمال المرتب هتوصل إلى 75 جنيه مع التراكم الزمني بتوصل إلى رقم كبير جدا فتلاقي الموظف وصل في نهايته بعد 15 سنة ولا حاجة في العلاوات والكلام ده كله مثلا إلى 1600 جنيه أو 1800 جنيه في حين هو لو طبقت تأسيم التوزيع العلاوات واحتسابها بشكل صحيح يصل إلى 3800 أو 4800 ففرق كبير جيب محاميين يرقبوا على الدولة دي مش محاسبة دي مش محاسبة أنا اللي طلع لي الفروق وعمل لي المسائل دي هو خبير محاسبي أيوة أنا جيب خبير محاسبي عشان هتأكد أن أنا بقبض ما يستحق لي دي اسمها شفافية الدولة الدولة ندمن تنظر إلى مواطنينها بعين العدالة ليه لأنها الدولة كذلك المشرع احنا نقول كده المشرع مناززة صحيح عن كل عيب مش الدولة تقول لك هات خبير محاسبي يدور ورايا أنا بنظلها كده أنا بيوصل لك كدولة دول القانون بقول لك يا أستاذ إهاب أنت أخطأت في حساب العلاوة وليك عندنا كذا هي دي ألمانيا كده إنجلترا كده أنا كان أستاذي اللي بيدرسني المالية العامة يعني فطاحل طبعا فكانوا ميجوا عند التشريع الضريب يقول لك في البعثات بتاعتنا دفعنا فلوس خطأ فجئنا أن بعد ما رجعنا مصر أرسل إلينا مخطاب من المعاملات إنك إنت في استحقاقات تم استخطحها فليت أخذها ويبعث لك يدور عليك هنا شفافية الدولة أو هنا دولة القانون ده مهم يجب يا رب نشوف تكنولوجيا دي والتقدم المالي شكرا جزيلا دكتور عود الترساوي خبير التشريعات المالية والاقتصادية والمحامية بالنقل أشكركم مشاهدينا أشوف حضراتكم على خير يوم الحد تسباحوا على خير موسيقى 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 موسيقى